عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماءه الحل ميتته أخرجه الأربعة وابن أبي شيبة واللفظ له وصححه ابن خزيمة والترمذي ورواه مالك والشافعي وأحمد هذا أول حديث ذكره المؤلف رحمه الله في كتاب الطهارة وذكر فيه ماء البحر والسبب في ذكر ماء البحر قبل غيره لأنه الأكثر وجودا في الأرض فإن أكثر الماء على الأرض هو ماء البحر فناسب أن يبدأ به لأنه الأكثر وجودا ووفرة عند الناس وذكر الحديث رحمه الله مختصرا على ما جرى عليه في هذا المؤلف فإنه يختصر الأحاديث بالقدر الذي يحتاج إليه في أدلة الأحكام ولهذا لم يذكر مقدمة الحديث ومن السائل بل قال قال النبي صلى الله عليه وسلم في البحر ولم يذكر مناسبة ذلك في حين أنه جاء قوله صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته جوابا لسؤال لكن اختصارا واقتصارا على مقصود الكتاب جاء بالغرض من سياق الحديث وهو بيان حكم ماء البحر من حيث الطهارة قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر أي في شأنه لما سئل عنه هو الطهور ماءه الحل ميتته والسؤال جاء عن التطهور بماء البحر حيث قالوا له إنهم يركبون البحر ومعهم القليل من الماء فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه الحل ميتته فأفادهم جواب سؤالهم وزادهم بيان ما قد يحتاجون إليه في ركوب البحر وهو قلة الزاد فإذا قل الماء قل الزاد فنصحهم صلى الله عليه وسلم ببيان حكم ما يسدون به حاجتهم من الطعام فقال الحل ميتته أخرجوا الأربعة وقد قدم قبل قليل المؤلف رحمه الله في المقدمة المختصرة من المقصود بالأربعة وهم أصحاب السنن أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجة ثم ذكر جملة ممن أخرج الحديث ورواه فقال وابن أبي شيبة واللفظ لا وإنما نص عليه لأنه نقل لفظه وهو ينتقي من الألفاظ ما يكون أقرف في بيان الحكم وإلا فالأربعة أعلى رتبة ومنزلة من مصنف ابن أبي شيبة لكنه ذهب إلى لفظ بن أبي شيبة لأجل أنه أقرف في إيصال المقصود من سياق الحديث وهو بيان حكم ماء البحر ثم ذكر من صححه قال صحابه من خزيمة والترمذي عاد إلى ذكر من رواه رواه مالك والشافعي وأحمد وهذا فضل وزيادة هذا الحديث يستدل به في عدة مسائل لما يقول يستدل به يعني الفقهاء هم بالدرجة الأولى لماذا؟ لأن الذي يُعنى ببيان الأحكام هم الفقهاء والأصل في الفقهاء هم فقهاء المذاهب وفقهاء الحديث يُعتنى بفقههم ويستفاد منهم لكن في الأصل الفقه يُأخذ من أهله وهم الفقهاء الذين درسوا الفقه وفق المذاهب والأصول المعروفة فقولنا يستدل عندما نقول يستدل بهذا الحديث في عدة مسائل نقصد من الذي استدل به بالدرجة الأولى الفقهاء وقد أذكر أحياناً مسائل استدل فيها الفقهاء المحدثون بهذه الأحاديث على مسائل فقهية المسألة الأولى طهورية ماء البحر في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أن ماء البحر طاهر مطهر غير مكروه وهذا الذي عليه الجماهير كما ذكرت خلافاً لمن ذهب إلى كراهية استعمال ماء البحر في الطهارة وهذا قول جاء عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عمر وعن بعض التابعين إلا أنه قول مردود بالنص وما عليه عامة أهل العلم وجه الدلالة في الحديث على أن ماء البحر مطهر طاهر في نفسه مطهر لغيره وصف النبي صلى الله عليه وسلم له بأنه طهور هذا موضع الاستدلال ولو لم يكن ماء البحر مطهراً لم يكن قد أجابهم على سؤالهم لأنهم لم يسألوه عن طهارة ماء البحر فهم يعرفون ذلك إنما سألوه عن قلة الماء الذي يحملونه للوضوء والطهارة فأجابهم النبي صلى الله عليه وسلم حين سألوه عن الوضوء بأنه طهور فدل ذلك على أن ماء البحر طهور طاهر في ذاته مطهر لغيره فالحديث ظاهر في الدلالة على أن ماء البحر طهور مطهر المسألة الثانية بيان معنى طهور تنازع العلماء رحمهم الله في الاستدلال بهذا الحديث على مسألة معنى طهور هل معنى طهور مطهر أو طاهر فذهب جمهور العلماء استدل جمهور العلماء بهذا الحديث على أن معنى طهور هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره هذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة الحنابلة ووجه استدلالهم بهذا الحديث قالوا إن اسم طهور يطلق على ما يطهر به غيره فهو متعد وهذا وصف زائد على الطاهر لأن الطاهر لازم وأما الطهور فهو المطهر لغيره وأيدوا هذا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله عن ماء البحر قال هو الطهور ماءه فكان جوابا عن سؤالهم في تعدي أثر ماء البحر وأن هم إذا استعملوا تطهروا به فدل ذلك على أن الطهور هو المطهر في ذاته المطهر لغيره خالف في ذلك الحنفية واستدلوا بالحديث نفسه على أن معنى الطهور هو الطهر ووجه استدلالهم أنهم قالوا إن طهور فعول من طهر طهور على وزن فعول من طهر وهذا لازم طهر فعل لازم وليس متعديا وصيغت فعول إنما تكون متعدية إذا أخذت من فعل متعدي أما إذا أخذت من فعل لازم فإنها تكون لازمة مثل نؤوم وضحوك قالوا هذه لازمة وليست متعدية بخلاف ما إذا كان الفعل في أصله متعد فإن فعول تكون في هذه الحال متعدية كقتول وضروب من قتل وضرب طيب هل لهذا الخلاف ثم رأ الجواب خلاف الحنفية ليس لأجل أن الطهور لا يفيد تطهيرا لغيره لكن في وجه الاستدلال قالوا إن الطهور لا يفيد تطهيرا من حيث دلالة اللفظ إنما في كونه متعديا كما قال الجمهور إنما أفادت الصيغة التطهير من طريق المعنى لا من طريق الصيغة فقالوا إن طهور صيغة مبالغة كشكور وغفور فدلت على معنى زائد على الطاهر فقالوا وأما من حيث كون الماء الطهور يفيد إزالة الأخباث ورفع الأحداث فهو متفق عليه بين الفريقين إذن هذه المسألة التي اختلف فيها الفقهاء هو خلاف في طريقة الاستدلال بالحديث على الحكم في طريقة الاستدلال بالحديث على الحكم الجمهور استدلوا على الحكم وهو أن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل الخبث من جهة الصيغة واضح فقالوا الطهور فعول وهو متعدل وأما الحنفية فقالوا إن الصيغة لا تدل على التعدي وإنما استفيد رفع الحدث بالماء الطهور من جهة المعنى وهو أن طهور صيغة مبالغة فكانت كلمة طهور فيها معنى زائد على كلمة طاهر وأفادت التطهير أفادت التطهير المسألة الثالثة من المسألة التي استدل فيها الفقاه بهذا الحديث ضابط الماء الكثير لا ما نحتاج تلجح حصلا الخلاف ليس له ثمار في هذا وأحيانا نذكر ما استدل به قد نناقش وقد نذكر فقط دون مناقشة فغرضنا هو يعني مثل ما ذكرت غرضنا هو معرفة كيف تناول هذا الحديث في الاستدلال وقد نناقش وقد مثل هذه المسألة ما نحتاج إلى كبير وقوف عندها ما عليه الجمهور الأقرب والله تعالى أعلم ولكن ما يحتاج أن نأتي إلى ترجحات ومناقشات المسألة الثالثة التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث ضابط الماء الكثير استدل بهذا الحديث الحنفية في مسألة ضابط الماء الكثير وأن الماء الكثير الذي لا تؤثر فيه النجاسة هو ما كان بحال لو حرك جانبه لم يتأثر الجانب الآخر فالماء الكثير عندهم هو الماء المستبحر الذي لو حرقت جانبه لم يتأثر الجانب الآخر وهذا ممن فرد به الحنفية عن غيرهم وجه الاستدلال قال القياس على البحر البحر ماء كثير وإنما عرفت كثرته بأنه إذا حرك جانبه لم يحرك الجانب الآخر فالبحر اطلق على الماء الكثير سواء كان عذبا أو مالحا والصواب أن هذا الوصف غير دقيق لأنه قد جاء في بيان الكثرة والقلة ما يمكن أن يصار إليه من قول النبي صلى الله وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث فلا نحتاج للقياس مع ورود النص المسألة الرابعة طهارة المياه التي تستهلك فيها النجاسة هذه المسألة الرابعة طهارة المياه التي تستهلك فيها النجاسة ومعنى تستهلك أي تضمحل وتذهب فلا يبقى لها أثر في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه عامة أهل العلم حكي عليه الإجماع من طهارة المياه الغالبة على النجاسات وهي المياه التي تستهلك النجاسة لكثرتها بحيث لا يظهر للنجاسة أثر في لون في لون الماء ولا في طعمه ولا في رائحته هذه المسألة التي استدل بها الفقهاء رحمه الله التي استدل فيها الفقهاء رحمه الله بهذا الحديث وهي أن الماء الكثير الذي تضمحل فيه النجاسة ولا يبقى لها أثر يبقى على طهريته من أين استدل كيف استدل وجهه العموم في الحديث حيث إن النبي صلى الله وصف ماء البحر لأنه طهور وهذا شامل لجميعه في كل أحواله ومعلوم أن البحر يكون فيه ميتات كما قال النبي صلى الله سلم الحل ميتته ويكون فيه ميتات من غيره هذا الميتات منه لا تؤثر لكن الميتات الطارئ عليه وارد ويحصل كثير في البحار ومع هذا حكم بطهوريته وذلك لأن ماء البحر غالب غالبا يستهلك النجاسات تضمح فيه النجاسات فلا يظهر لها فيه أثر لا في طعم ولا في لون ولا في رائحة هذه المسألة الرابعة أن الماء الكثير الذي تضمحل فيه النجاسة ولا يبقى لها أثر لا تؤثر على الماء نجاسة بل يبقى الماء طهورا وجه الاستدلال في الحديث القياس على ماء البحر وأن ماء البحر كثير تضمحل فيه النجاسات ولذلك حكم النبي عليه بأنه طهور مطلقا ولم يقيده بشيء المسألة الخامسة طهورية الماء المتغير بما يتعذر صون الماء عنه الماء قد يكون فيه ما لا يمكن وقايته منه من أوراق شجر طحالب أملاح معادن معادن لا يمكن صون الماء منه هذا الحديث استدل به جماهير العلماء في أن الماء المتغير بما يتعذر ويشق صون الماء عنه كالتراب والطحالب ونحو ذلك لا تؤثر على الماء بل يبقى طهورا وجه الاستدلال أدركتم المسألة مسألة واضحة وجه الاستدلال من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بأن ماء البحر طهور فقال الطهور ماءه ومعلوم أن البحار يكون فيها ما لا يمكن وقايتها والبحار عندما نقول البحار يشمل مياه البحار ومياه الأنهار والمياه الجارية المستبحرة فهذه المياه كلها لا يمكن صونها من كل ما يكون فيها فيكون فيه أشياء يشق صون الماء عنها ومع هذا حكم النبي صلى الله عليه وسلم بطهوريتها فما يشق صون المأمن عنه ما يشق صون الماء عنه يبقى طهورا ولو أثر في اللون أو في الرائحة أو في الطعم كالطحالب وأوراق الشجر أحيانا تؤثر في طعم الماء ولونه ومع هذا يبقى الماء طهورا وكالطين والتراب فهذه تؤثر في الماء لكن هذا لا يؤثر على طهوريته المسألة السادسة من المسائل التي استدل فيها الفقهاء بهذا الحديث أنه لا يعدل إلى التيمم مع وجود ماء البحر لا يصار إلى التيمم مع وجود ماء البحر في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه جماهير أهل العلم من أنه لا يصار إلى التيمم مع وجود ماء البحر لقول النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماءه وإنما ذكرنا ذلك لأنه قد جاء عن ابن عمر أنه قال في ماء البحر التيمم أحب إلي منه التيمم أحب إلي منه وقوله رحمه الله قوله مردود بالكتاب بالكتاب والسنة بالكتاب بعمم قوله فإن لم تجدوا ماء وبالسنة قوله صلى الله عليه وسلم الطهور ماءه المسألة السابعة من المسائل التي استدل فيها الفقه بهذا الحديث فيما يتعلق بالطهارة أن الطهارة تحصل بكل ماء مطلق على أي صفة كان من أصل الخلقة من حرارة وبرودة وملوحة وعذوبة فالطهارة المطلوبة للصلاة تحصل بكل ما يسمى ماء على وجه الإطلاق في هذا الحديث دليل لما ذهب إليه عامة العلماء من أن الطهارة تحصل بكل ماء طاهر ليس بمقيد على أي صفة كان سواء كان حاراً أو بارداً عذباً أو مالحاً نزل من السماء أو نبع من الأرض ووجه الاستذنال بهذا الحديث على هذه المسألة قول النبي صلى الله عليه وسلم في ماء البحر الطهور ماءه مع ملوحته فلما كان باقياً على أصل خلقته لم يترى عليه تغيير لم تؤثر ملوحته على طهوريته لم تؤثر ملوحته على طهوريته هذه سبعة هذه سبع مسائل استدل فيها الفقهاء بحديث الطهور بحديث الطهور هو الطهور ماءه الحل ميتته في باب المياه ترجمة نانسي قنقر